موسيقى 17 أغسطس عام 1945 هذا اليوم الذي يعني للشعب الأندونيسي الحرية والاستقنال يطيب لي بمناسبة الذكرى لاستقلال الهنمورية الأندونيسيا أن يطير بأصدق التحيات وأطيب المعيات إغراننا وأحبائنا الشعب الأندونيسي الشقير نبرق لهم بالتحية في ذكرى الاستقلال السادس والسنعون الذي يمر في ذكره في هذه الأيام نبارك لهم في هذه الذكرى ونسأل الله لهم أن يحفظهم وأن يطور من هذا البلد ليكون من أوائل البلدان وأوائل الدول المتقدمة إن شاء الله وبإسم الشعب الفلسطيني المتواجد في الشمال السورية وبإسم أهلنا المتواجدين في مقيمات الشمال السورية إن أهل قطاع رزا وفلسطيني يعتبر دائماً أندونيسيا والشعب الأندونيسي خير داعيم الله بهذه المناسبة العظيمة ندعو الله أن يحفظ شعب أندونيسيا ونسأل الله تعالى الرحمة لتلك الأرواح العظيمة التي جعلت أندونيسيا في هذه المرتبة المشرفة وأن الله أحفظ بلادها من كل سوء وكل مكروم كل عام وأنت في خير ومن أهل قطاع رزا وكل المحظوات تقدموا لكم وشكراً للقطاع رزا وفلسطيني يعتبر دائماً أندونيسيا والشعب الأندونيسيا